وفد الاتحاد الدولي للدراجات في القاهرة المتابعة استعدادات مصر لتنظيم بطولة العالم مصر اتنظم بطولة العالم للدراجات مبارح بالليل وصل ملوقف دم الاتحاد الدولي للدراجات برئاسة جيل وده مدير ادارة المضمارات بالاتحاد الدولي علشان يطمنوا على المضمار الدولي للدراجات واللي موجودة فيه استاد القاهرة عشان يشوفوا استعدادات طبعا دي صور من المضمار عشان يشوفوا استعداداتنا للاستضافة بطولة العالم للناشئين واللي هتكون في مصر شهر تسعة اللي جاي يعني بعد الشهرين من دلوقتي الوافد ده هيزور المدمار النهاردة وهيكون معاهم الدكتور طبعا وجيه عزام رئيس الاتحاد المصر والافريكا للدراجات والبطولة من المصرد هيشارك فيها عدد كبير من الدول زي ما قلت حضراتكم سلسلة متوسطة زي ما الاسبوع اللي فات كان عندنا الخماس الحديث بطولة العالم الخماس الحديث للناشئين الخماس الحديث للناشئين طبعا سلسلة زي ما قلت حضراتكم الجدرات المحلية والعالمية وده دور مصر حقيقة الرغاب كتير ورجع تاني بفضل طبعا التفرج كبير اللي حصلت في المنشآت ومش بس في المنشآت الكوادر الإدارية والرياضية